في هذه المحاضرة سنتحدث عن الأخطاء في المعادلات والصيغ هو أشهر الأخطاء التي ممكن أن تظهر في أوراق العمل في أكسل وما هي سبب هذه الأخطاء وكيف يمكن معالجتها الآن هذا جدول لعدة أرقام على سبيل المثال وهذا جدول بأكثر الأخطاء شيوعا التي ستصادفها أمامك عند العمل على مصنفات أكسل طبعا هذه الأخطاء كل خطأ له سبب لماذا ظهر هكذا وكيف يمكن معالجته الخطأ الأول واللي هو ليس خطأ بمفهوم الخطأ بل هو عبارة عن خلل في عرض البيانات هذا اللي تظهر البيانات على شكل شبابيك تحدثنا في هذا الموضوع في محاضرات سابقة بشكل كثير وقلنا أن سبب ظهور البيانات بهذا الشكل هو أن البيانات المحتوات في الخلية هي أكبر من حجم الخلية لذلك بكل سهولة إذا أردت التغلب على هذا الخطأ فيمكنك أن تزيد من عرض الخلية حتى يظهر الرقم كامل طبعا هذا الخطأ ظهر لأن عندي رقم اللي هو في الأي تو ومضروبا في الرقم في البي تو فالرقم الناتج رح يطلع يعني رقم كبير جدا فبالتالي سيتجاوز عرض الخلية طبعا يمكن القيام بجعل الرقم ظاهر بالكامل في الخلية إما من خلال تصغير الحجم قلنا يا إما من خلال تنسيق واحتواء تلقائي بعرض العمود أو بكل سهولة بالسحب لمسافة حتى يظهر كامل الرقم في الخلية وبالتالي يمكن التغلب على الخطأ الخطأ التالي الذي يمكن أيضا أن يصادفك هو هذا الهاشتاغ ديف على صفر هذا الخطأ يظهر عند تقسيم قيمة معين أو رقم معين على الصفر أو عند التقسيم على خلية فارغة يعني لاحظ أن المعادلة التي أظهرت هذا الخطأ هي A2 اللي هو هذا تقسيم C2 C2 في صفر طبعا حتى وإن قلنا تقسيم D2 لاحظ أن D2 خلية فارغة ليس فيها شيء ولكن الأكسل يعتبر القيم في الخلايا الفارغة صفر أي خلية فارغة فإن قيمتها عند الأكسل صفر لذلك عند تقسيم قيمة معينة على الصفر طبعا الناتج يكون غير معرف وبالتالي يظهر هذا الخطأ اللي هو الديف على الصفر هذا الخطأ طبعا هنا الأخطاء التي تظهر طبعا هنا يظهر مثلث أخضر صغير بزاوية اليمنى العليا من الخلية وكذلك تظهر هذه القائمة التي تعطينا نبذة عن الخطأ وكيفية تجاوزه أو تعليماته أو تجاهله فهنا يقول هذا خطأ القسمة على صفر أي لا يجوز القسمة على الصفر طبعا يمكن تلافي أيضا هذا الخلل أو هذا الخطأ باستخدام دالة if arrow إن كان ولابد عليك أن تقوم بالتقسيم على الصفر فمثلا هنا لنكتب c2 وفقط في الخلية الأولى هي صفر هنا في هذه الخلية مثلا هذا الرقوم في هذه الخلية هذا الرقوم في هذه الخلية هذا الرقوم وكان لابد أن تجعل المعادلة حتى تعممها لابد أن تقسم على الصفر لديك قيمة صفر يمكنك تجاوز هذا الخطأ طبعا فباستخدام دالة if arrow هذه الدالة تقوم بالتحقق من الصيغة وإرجاع نص معين أنت تقوم بكتابته فيما إذا كانت الصيغة خاطئة دالة if arrow نجدها في فئة الدوال المنطقية هذه الدالة وهنا نكتب القيمة التي نريد التحقق منها أو المعادلة والصيغة التي نريد التحقق منها المعادلة هي عبارة عن a2 تقسيم c2 هنا سيتحقق إذا كانت صيغة la2 على c2 هي صيغة خاطئة فما النص أو الشيء أو الرقم أو القيمة التي تريد إظهارها قد تريد إظهار فقط مسافة يعني الخلية فارغة تكون أو تكتب صفر أو تكتب قيمة غير صالحة أو أي شيء تريده حتى تحدد أن هذه القيمة غير صالحة فإذا تكتب صفر لا يرجع لك شيء إذا كانت نتيجة المعادلة الخاطئة وصيغة خاطئة أرجع لي صفر فهنا نكتب موافق لاحظ هنا تخلص من الخطأ وعادلة كصفر الآن إذا حددنا هنا المعادلة المعادلة نفسها بصورة طبيعية هي تقسيم a2 على c2 أو العفوة تقسيم a على c في كل المعادلة لكن إذا حدث وأن كان c صفر فهنا if error يعني استخدم هذه المعادلة بصورة طبيعية ولكن إذا كان هناك خطأ في الصيغة فأرجع لي الصفر هذا باستخدام that أو that if error الخطأ التالي اللي هو هذا الخطأ اللي ظاهر أمامك هذا الخطأ ينتج في الحقيقة إذا كانت المعادلة في الشريط الصيغة إذا تلاحظ المعادلة الآن المعادلة ماذا تقول تقول يساوي sales1 زائد b2 هذا الخطأ معناه أنه أنت جاي تشير إلى خلية إلى مرجع ليس موجودا مرجع خلية ليس موجود يعني خطأ في اسم مرجع الخلية هذا b2 أوكي موجودة خلية مرجعها b2 لكن لا يوجد خلية مرجعها sales1 ولكن قد تقول أن هذه الخلية فيها sales1 لكنني أقول لك أن sales1 هنا في هذه الخلية هي عبارة عن بيانات وليس مرجع خلية مرجع الخلية في خلية sales1 مرجعه a1 فأنت الآن تستخدم هذا النص كمرجع خلية إذا أردت استخدامه كنص يجب وضعه داخل علامات اقتباس حتى تستخدمه كنص أما استخدامه بهذه الطريقة فالأكسل سيفهم أن هذه الكلمة هي عبارة عن مرجع خلية أو عبارة عن نطاق مسمى طالما أنك لم تسمي أي نطاق بهذا الاسم ولا توجد خلية مرجعها sales1 إذن فسيظهر لك الخطأ name هذا الخطأ وهذا الخطأ يقول لك خطأ اسم غير صحيح نعم يوجد اسم غير صحيح في المعادلة وطبعا هذا الخطأ يمكن تجاوزه بتصحيح الصيغة بدلا من sales1 نكتب a1 وبالتالي سيختفي الخطأ وستكون المعادلة صحيحة الخطأ التالي هذا خطأ null هذا الخطأ يظهر حقيقة عندما تقوم بإجراء عملية حسابية على بيانات غير متوافقة أو ما تسمى بيانات متقاطعة لاحظ هذه الصيغة sum الصيغة التي أظهرت هذا الخطأ sum من a2 إلى a6 ومن b2 إلى b6 هنا بيانات متقاطعة هنا لا يوجد ربط بين البيانات هذه المسافة بين اللي داخل الصيغة هذه مسافة التقاطع هنا إذا أردت أن تصبح الصيغة صحيحة فيجب عليك وضع فارزة يعني وضع الصيغة كتابتها كما موضحة بطريقة صحيحة وليس بوضع space أو وضع مسافة لاحظ الصيغة كيف تكتب number one فارزة number two هنا أنت كتبت number one مسافة number two فبالتالي ظهر لك الخطأ null الذي هو تقاطع بين البيانات لا توجد بينهما علاقة أصلا لا توجد علاقة بين البيانات من A2 إلى I6 وبين البيانات من B2 إلى B6 وثم تريد أن تعمل لهما جمع فهذا الأمر غير وارد وهذا الخطأ يسمى بالخطأ الصفري أي أنه لا ينتج أي نتيجة من هذه الدالة الخطأ التالي اللي هو خطأ الخلل في الإشارة أو خلل في المرجعية حقيقة هذا الخطأ هو قد يكون أيضا من أشهر الأخطاء اللي موجودة في الأكسل هذا الخطأ يظهر عندما تقوم بالإشارة إلى خلية محذوفة يعني مثلا لنمسح هذا مثلا هنا لديك خلية وكتمت فيها هذا الرقم ثم هنا تريد أن تجمع هذا الرقم مع هذا الرقم في الخلية زائدا هذا الرقم وتضغط على انتر الجمع صحيح ولكن ماذا أن قمت بحذف الخلية من خلال الشريطة الرئيسي وحذف لاحظ سيتحول خطأ إلى رفرنس لماذا يقول لك أنت تشير إلى خلية ليست موجودة حاليا لا توجد هذه الخلية إذن هناك خطأ في المرجعية طبعا هذا الخطأ يحدث أحيانا عندما تستخدم أوراق عمل كثيرة وتدرج البيانات أو تأخذ البيانات من ورقة عمل أخرى أو تقوم بإدخال المعادلة مثلا كتابة معادلة لخلية ثم تقوم بحذف هذه الخلية ولا تعلم أنك قمت بحذفها أو لا تعلم أين حصل الخطأ فهنا يحصل هذا الخطأ بسبب أنك تشير إلى خلية غير موجودة فبالتالي يجب عليك التصحيح الإشارة والإشارة إلى هذه الخلية التي حذفتها إرجاعها أو إشارة إلى خلية أخرى الخطأ التالي وهو خطأ الفاليو هذا الخطأ هو يظهر نتيجة القيام بعمليات ما بين نصوص وأرقام يعني هذا الخطأ لاحظ أن الخطأ هنا صيغة المعادلة التي أظهرت هذا الخطأ هي A1 زائد 10 لو فحصنا الأيوان الأيوان عبارة عن نص بداخلها نص ونحن نريد نضيف عشرة إلى النص كيف يمكن ذلك يعني النص هو نص والرقم هو رقم لا يمكن الجمع بين النص والرقم فبالتالي ستظهر هنا هذه الخطأ يقول خطأ في القيمة هنا لا يمكن أن أعيد لك شيء يعني إذا أجمع لك 10 زائد سيلز مثلا ما الذي تريد إظهاره سيلز 10 أو سيلز يعني مثلا 101 فلا يعرف كيف يتصرف الأكسل هنا فيظهر لك هذا الخطأ هذا خطأ الفالي وهناك أخطاء كثيرة ولكنها نادرة هذه أكثر الأخطاء شيوعا التي قد تظهر لك في بياناتك طبعا يمكننا من خلال هناك أدوات للتدقيق الأخطاء والتحقق من الأخطاء وكذلك لمعرفة مرجعية هذه الأخطاء لماذا ظهرت أو ما البيانات التي أظهرتها أو التي تتحكم فيها فمن خلال تبويب الصياغ هناك هذه المجموعة الفرعية مجموعة تدقيق الصيغة تدقيق الصيغة لاحظ مثلا هذه الخلية إن أردت أن أعرف ما الخلايا التي تؤثر عليها هذه الخلية يعني هل هناك خلايا في هذه ورقة العمل تتأثر بالقيمة الموجودة في هذه الخلية إذا كان كذلك فمثلا أضغط على أداة تتبع التوابع هذه الأداة ستظهر لي العلاقة بين هذه الخلية والخلية التي تتأثر بها لاحظ هذه الخلية التي فيها المعادلة أيوان زائد عشرة تأثرت بقيمة هذه الخلية إذن يقول لي أن هذه الخلية تؤثر على هذه الخلية وبالتالي يمكنني معرفة وتتبع الخطأ أين حدث كذلك مثلا هذه الخلية لاحظ هذه الخلية تؤثر على هذه الخلية لاحظ أن هناك خلل وهذا الخلل أثر في هذه الخلية مثلا هذه الخلية تتبع التوابع لاحظ هذه الخلية تؤثر على هذه الخلية هذه الخلية هي من أنتجت هذا الخطأ فبالتالي يمكنني تتبع الخلايا وتأثيرها على البيانات أو على الخلايا أو على الصيغ طبعا هذه الأسهم يمكنني إزالتها من أداة إزالة الأسهم الآن أيضا يمكنني بالعكس يعني مثلا هذه الصيغة هذه الخلية ما الخلايا التي أثرت عليها؟ ما الخلايا المؤثرة عليها؟ فإذا كنت أضغط أنا على تتبع التوابع الآن أضغط على تتبع السابقات فمن خلال هذه الأداة لاحظ هذه الخلية تأثرت بالخلية A1 فهذه الخلية A2 و C2 لاحظ لأن في المعادلة A2 و C2 أيضا مثلا هذه الخلية تتبع السابقات لاحظ أن هذه الخلية تتأثر بالخلية A1 والA2 والخلية B2 لاحظ وهنا أيضا يعني هنا هذا النطاق هو النطاق من A2 إلى A6 يعني هذا النطاق كله و من B2 إلى B6 أيضا مثلا هذه الخلية هذه الخلية تأثرت بهذه القيمة الموجودة هنا فقط في A6 ولكن يعني هذه الرفرنس هنا لم تجد الخلية التي حذفتها كذلك مثلا هذه الخلية تأثرت بهذه الخلية وهكذا يمكنك تتبع الخلايا المؤثرة والمؤثر عليها ومعرفة من أين نتج الخطأ يمكنك طبعا إزالة الأسهم من هذه الأداة طبعا أيضا مثلا هذه أداة مثلا هذه الصيرة أو هذا الخطأ يمكن من خلال أداة تدقيق الأخطاء الضغط عليها ستظهر هذه النافذة هذه النافذة سيعرض لك تعليمات وتفاصيل حول الخطأ يقول لك خطأ في الخلية E4 هذا الخطأ هو نتجه من كتابة هذه المعادلة الخطأ هو اسم غير صحيح تحتوي الصيغة على نص غير متعارف عليه هذا النص Sales One لا يعرفه الأكسل هل كتبته على شكل مرجع خلية لأنك لم تضعه بين علامتي اقتباس فما دام أنه مرجع خلية لا يتعرف الأكسل على أنه هناك برجع خلية بهذا الاسم يمكنك طبعا الضغط على تعليمات حول هذا الخطأ وكذلك يمكنك إظهار خطوات الحساب لاحظ من خطوات الحساب تظهر هذه النافذة هذه النافذة يمكنك تقييم الخطأ منها من ضغط على زر تقييم لاحظ هنا يقول لك يظهر لك أنه هنا خلل في الاسم هذا خلل في الاسم البيتو صحيحة تمام لكن هنا هذا الجزء من المعادلة خلل في الاسم ويمكنك من هذه من أداة التقييم لاحظ هنا تقييم آخر يظهر لك تقييم أين الأخطاء حدثت يقول لك لا أستطيع الجمع بين هذا العدد الموجود في الخلية بيتو وبينما تدعيه أنت هذا لا أعرفه هذا الاسم الذي أنت كتبته سيلزوان فبالتالي يمكنك تتبع هذا الخطأ وتعديله أو يمكنك تجاهل الخطأ ووضعه على حالته السابقة أيضا يمكنك من خلال أداة مباشرة تقييم الصيغة ظهار هذه نافذة التقييم وتقييم ما هو نوع الخطأ لاحظ أنه لاحظ التقييم لاحظ هنا ظهر لك ما هو نوع الخطأ يقول لك أنت تقسم رقم على الصفر هذا خطأ هذا لا يجوز إذن هو تقسيم على الصفر فبالتالي يمكنك معرفة نوع الخطأ أيضا لسهولة التتبع ومعرفة الصيغ الموجودة يمكنك الضغط على أداة إظهار الصيغ لاحظ كيف ستتحول ورقة العمل لاحظ ستظهر الصيغ بهذا الشكل ستظهر الخلايا وفيها الصيغ التي أدت إلى الأخطاء لاحظ هذه الصيغ موجودة بوضعها الحالي كما كتبتها أنت في شريط الصيغ يمكنك إزالة إظهار الصيغ والعودة إلى الرؤية الطبيعية لورقة العمل والبيانات فبالتالي التعامل مع الأخطاء في الصيغ أو الأخطاء في البيانات يمكنك تتبع هذا الخطأ ويمكنك تعديله أو قد ترغب بتجاهل هذا الخطأ أو من تحرير في شريط الصيغة يمكنك التعديل وبالتالي تلافي الأخطاء التي ممكن أن تحدث في ورقة العمل ترجمة نانسي قنقر